انفضت أغلب مجالس العزاء بعد مقتل صالح وتلاشت نشوة ميليشيا الحوثي واحتفالاتها بمقتل حليفها في منزله وعادت أسئلة السياسة إلى الواجهة من جديد وأسئلة الواقع العسكري المخلوط بالسياسة خصوصا بعد اندحار الميليشيا من الخوقة في الساحل الغربي والطرق على أبواب مدينة حيس في الطريق إلى الحديدة غير أن سؤال مستقبل حزب المؤتمر هو أكثر الأسئلة التي تطرح في أروقة السياسة في اللحظة اليمنية الراهنة خصوصا بعد اتضاح رهانات الحزب التي لا يبدو أنها ذات هدف واحد كمؤتمر الشرعية الذي انحاز إلى مشروع إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة في وقت مبكر بحسب متابعين فإن الحزب الذي ظل حاكما في اليمن لأكثر من ثلاثة عقود تشضى إلى تيارين عقب انقلاب الحادي والعشرين من سبتمبر على السلطة والذي نفذه مسلحو الحوثي بدعم من صالح الذي أمسك قيادة الحزب منذ تأسيسه حتى مقتله على أياد من تحالف معهم تباينت وجهات الحزب الذي يبدو كتركة سياسية ممزقة تحاول أطراف عديدة أن تأخذ منها ما يناسب أجندتها السياسية وانخرطت في تقاسم التركة أطراف إقليمية أظهرت نغمة لها علاقة بالميراث والتوريث لغرض في نفس الثورات المضادة ومديرها العربي في المنطقة مراقبون السياسيون يقولون إن انقسام الحزب وقيادته هدفه خنق المؤتمر وإضعافه في ذل التنكيل والقمع للحزب وتوحش الميليشيا غير المحدود وهو إفراغ جديد للحزب من الحيوية السياسية مع عودة الترويج لنجل صالح وتصويره كفرد مخلص وهي ذات الفردانية التي أصابت حزب المؤتمر في شلل مؤسسي